يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد فيديو اليوم إن شاء الله رح نحضر مع بعض طبق من الصلطة أكثر من شهي وأكثر من رائع مميز بكل معنى الكلمة بالفوائد اللي فيه وبالشكل وبالطعام مذاقه فعلا مميز طبق جانبه ممكن شرف سفرتك كثير ألوانه راقية زي ما أنتوا شايفين ومكوناته جدا بسيطة بثلاث مكونات فقط أساسية والمكون الرابع إضافي نبدأ في المكون الأول عندنا اللي هو البنجر أو الشمندر عندنا حبتين متوسطات الحجم من البنجر أو الشمندر بنقطعهم لمكعبات قريبة إلى الصغيرة رح نعمل لهم عملية سلق بلتر من الماء طبعا يعني حسب حجمهم أنا المهم إنه اللتر هذا رح يغمرهم لأن الحبتين أعطوني كمية منيحة فأنا ضفت لهم لتر من الماء هلأ هاي الماء رح تضلها تغلي لحد ما تتبخر بتعني لي إنه قطع البنجر أو الشمندر صارت مستوية وهيك بنحطها بالهواء لتبرد تماما حتى نقدمها باردة مع طباق السلطة هلأ المكون الثاني اللي هو اختياري إذا ما نوجد ممكن تستغني عنه ولكن إنه طعمه وفوائده كثير عالية ونكهته كثير مميزة بها السلطة اللي هو الكرافس رح نحط عنا عودين من الكرافس بنفرمهم بنفس الطريقة لمكعبات حجمهم بيكون متجانس مع حجم مكعبات الشمندر هلأ بالنسبة للباقدونس مفروض إنه نعمل باقتين حجمهم كبير هو اللي رح يعطي النكهة ويعزز الألوان عنا كميته أكبر كمية في مكونات السلطة هي الباقدونس وطبعا أنتو بتعرفوا شو فوائد الباقدونس وكمان هو سعره كثير رخيص متوفر في كل بيت لكن فوائده عالية جدا الكمية اللي عملناها هاي الباقة الأولى رح نعمل كمان باقة طبعا يكونوا غاسلينهم بالمي والملح والخال ونضفوهم وتأكدوا إنهم ما فيهم أي شوائب أو أي ورقة تالفة هيك أنا البنجر صار عندي مستوي صفيت المي منه المي هاي ما تتخلصوا منها كتير مهمة وضرورية ممكن نخلطها مع عصير البرتقال وتصير عصير مغذي برفع الدم بنسبة عالية هلأ بعد ما بردت عنا قطع الشمندر بنحطها في طبق التقديم كطبقة أولى مباشرة بنضيف عليها الكرافس بعدين الباقدونس بعدين بنضيف حبتين كبار من الرمان المفروض يكون الرمان أحمر وطعمه يعني حلو معسل بنضيفهم بنقلب كل هاي المكونات مع بعض وبنحضر للإدرسينج عنا هو عبارة عن زيت الزيتون والليمون والعنصر الأساسي هون اللي هو دبس الرمان دبس الرمان كثير مهم بهاي الوصفة راح نضيف ملعقة من السكر ونصف ملعقة من الملاح حتى يصير عنا الطعام مزبوط يعني السكر ضروري إنه نحطه بهاي السلطة هلأ بنوزع الدرسينج عنا عليها وبنحاول إنه نقلبها دايماً السلطات حضروها قبل على الأقل من التقديم بربع ساعة حتى تمتص كل العسارة اللي حطيناها وتعطينا نكهة مميزة هيك طلع عنا أروع طبق سلطة بتمنى إنه يكون عجبكم واستفدتم من الفكرة جربوها على طريقتنا وحكولي بالتعليقات شو رأيكم إذا كنتوا جداد ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس لا يوصلكم كل جديد أهلا وسهلا فيكم